حمل الشارع الأردني مجلس النواب مسؤولية التقصير والعجز عن الإطاحة بالحكومة وانتقل من خانة النقد الضيق بعد مواقف المجلس المسبقة التي كانت تتسق إلى حد ما مع المطالب العامة إلى رحاب واسع من النقد بل الهجوم عليه واتهامه بالاعتراف بنتائج كان ينادي بعكسها قبل أيام قليلة فالمجلس أصبح متبنيا لقرارات الحكومة ومواقفها العابرة للحدود مجلس النواب منذ سنوات طويلة لم يشهد إطاحة بحكومة عبر التصويت على حجب الثقة عنها فبالأمس القريب أقيلت حكومة سمير الرفاعي بعد أسابيع قليلة من حصولها على ثقة مجلس النواب بمئة وأحد عشر صوتا من أصل مئة وعشرين صوتا على وقع الاحتجاجات في الشارع الأردني فهل سيفعلها مجلس النواب الثامن عشر مع حكومة الدكتور هاني الملقي مواطنون قالوا أن مجالس النواب متشابهة وعليه كان قياسهم أن المجلس الثامن عشر لن يطرح الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي لأن المواطن أصبح آخر اهتماماتهم بعد أن وصلوا إلى قبة البرلمان ما راح تطرح الثقة بالحكومة الاشتراك بحكومة أصلا النواب هذین النواب بدهم بس سيارات وبدهم شغلات خاصة لهم بس مش أكثر ما بدافع عن الشعب ولا عن حقوق الشعب أصلا إذا الشعب أصلا مش راضي عن مجلس النواب يبنيش أنه يكون راضي عنه ولا لا لأنه أصلا ما بيمثل الشعب بيمثل نفسه مش رحين يصهيوا للحكومة والحكمة باقية مصائل المتبادلة ما بين النواب والحكومة تنبي الأجندا ما بينهم قال النواب لا أنا، النواب أكيد مع الحكومة 100% لا أشبه لأشياء القرارات دائماً كل القرارات ضد الشعب 100% يعني عمره ما كان يعني كثير النواب دائماً بيصابوا طول الميصة للحكومة قاعدين مش لي مرة واحدة بس يكون مع المواطن مرة واحدة بس نسأل الله أنه بس يكونوا مرة يعني يصدقون العمل بإذن الله أعتقد مجلس النواب أصبح مجلس شكلي يعني ما إلو داعي وما في إلو جدوى يعني الثقة راح تكون راح تكون يعني ما راح يكون إلو داعي أصلا مجلس النواب بهذا الموضوع لا والله ما توقع أن النواب راح يطرحوا الثقة بالحكومة وتوقع أن الحكومة راح تكون مستمرة هذا اعتقاد شخصي مني يعني ما بعرف يمكن يكون رأيي صحية أو غير صحية لكن توقعي أنه لن تطرح مجلس النواب لن يطرح الثقة بالحكومة لا إن شاء الله ما تستمر لأنه رئيس الوزراء دمرنا ودمر غيرنا يعني المواطن الأردني ما ظلوا فايدة في هذا البلد تتوقع مجلس النواب رح يطرح الثقة بالحكومة؟ والله مجلس النواب بينه وبينك منافقين يعني على جميع النواحي بعطوا الثقة لأنهم مصلحة جي وهم إحنا ما إحنا شايفين إحنا نوابنا في الجنوب ما إحنا شايفين لا نواب الجنوب ولا الشمال بغيروا تلفوناتهم وبعدين ما بيستقبلوا الناس هسا مساعد الرئيس خشين على مدير مكتبه يعني نواب الحياة بد يضربنا بعد قرارات الحكومة المستمرة برفع الأسعار شهد الشارع الأردني العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية كان من أبرز مطالبها إسقاط الحكومة والآن هذا المطلب بيد ممثل الشعب مجلس النواب فهل سيحقق مجلس النواب آمال ناخبيهم وسيطرح الثقة بالحكومة لفضائية الحقيقة الدولية حمز المال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر